بعد عقدين من تنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا كبرنامج تابع لاتحاد إفريقي فإن بلادي من موقعها كدولة مؤسسة لهذه الشراكة تسجل بارتياح النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في عدد المجالات ومن بين أهم مؤشرات هذا التقدم تحويل برنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا إلى وكالة للتنمية تابعة للاتحاد الإفريقي تتمتع بصلاحيات أوسع تسمح لها بمواجهة التحديات والتعامل مع أهداف التنمية المسطر لقارتنا وفي هذا الصدد سيتعين على هذه الوكالة وفقا لولايتها الجديدة أن تعمل على حشد الموارد وغيرها من وسائل التنفيذ اللازمة لتمويل برامجها وأنشطتها لدى الجهات المانحة كما أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كواحد من أهم المشاريع الرائدة في أجندة 2063 لاتحاد الإفريقي يعكس الإرادة الكاملة للدول الإفريقية في تعزيز تكاملها الإقليمي اشتركوا في القناة